موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد حوات الشريعة كثيرا من النصوص المعظمة للمسجد ومارست بشأنها أو بشأنه صورا شتى من الحث والترغيب إعمارا لهذه المساجد واهتماما بها ومواضبة على حضور الصلاوات فيها بل إن الشريعة رفعت كثيرا من هذه الأعمال المتعلقة بالمساجد إلى مرتبة الوجود لكن ما دور هذه المساجد في حياة الأمة وما علاقتها بالسلطة السياسية ولماذا يتعرض للاعتداء المسجد في كل بلد يشهد تظاهرات واحتجاجات هذه محاور حلقة اليوم تأتيكم تفصيلا بعد هنيها للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ جهاد وأهلا ومرحبا بالمشاهدين الكرام حياكم الله الصورة الذهنية المتواردة إلى ذهن أي مسلم عادي أن المسجد إنما جوعد للصلاة وأداء الشعائر فيه لكن قد يأتي جواب منطقي على هذا بأن يمكن للمرء أن يؤدي الصلاة والعبادات في أي مكان يستجمع شروط الطهارة والحال كذلك قد يسأل سائل فما لماذا جوعد المسجد حقيقة في جوهره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا وسيدنا رسول الله وآله ومن ولا وبعد الحقيقة أن المسجد جعل ليكون قائدا للحياة الإنسانية وليكون محورا ومركزا ونقطة انطلاق وانبعاث للمجتمع المسلم لعلنا نلحظ أن الله سبحانه وتعالى قد أذن أن توضع قواعد البيت الحرام قبل أن تخطوى البشرية أولى خطواتها على الأرض فإما أن الملائكة التي وضعت هذه القواعد على الأرض جحمي من روايات أهل العلم وإما أن آدم عليه السلام بمعية الملائكة وهذا أمر لافت لماذا يوضع بنيان المسجد وقواعد هذا البنيان قبل أن تبدأ الحال إنسانية خطوتها الأولى على هذه الأرض لنعلم أن البداية من هنا وأن المركز من هنا وأن الوظيفة الإنسانية في الأرض مرتبطة بوظيفة المسجد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد وضع للناس في الأرض أول كما روي الإمام البخاري فقال المسجد الحرام قيل ثم أي قال المسجد الأقصى قيل كم كان بينهما قال أربعون سنة وعليه فإن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة فنزلت ووضعت قواعد المسجد الحرام أولا والأرجح أن ذلك كان قبل نزول آدم إلى الأرض وبعدها بأربعين سنة أمرت الملائكة أن تنزل وحيث أشار إليها الأمين جبريل عليه السلام وضعت قواعد المسجد الأقصى وبعد ذلك بقرون كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولده إسماعيل هما الذين أمر أن يرفع قواعد المسجد الحرام وكان في دعوات إبراهيم وإسماعيل ما يشير إلى أن هذا المسجد يبنى حقيقة لأمة قادمة سترس هذا المسجد ويكون عنوانها ويكون هذا المسجد مؤسسة التوحيد الكبرى في الأرض وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إذن إبراهيم وإسماعيل لم يضع القواعد وإنما رفع القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن زريتنا أي زرية إبراهيم وزرية إسماعيل إذن الأمة التي دعا إبراهيم وإسماعيل ربهما أن ترث هذا البيت هي أمة إسماعيلية ومن زرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ثم بعد ذلك كان سيدنا داول وسلم وسليمان عليهم السلام هم الذين رفع قواعد المسجد الأقصى إذن المسجد مرتبط ببداية الوظيفة الإنسانية على الأرض والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في سورة البقرة أنه خلق الإنسان ليكون خليفة له في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة وهذه الوظيفة الاستخلافية تعني أمرين لا ثالثة لهم الأول هو عبادة الله لإيمان بالله وعبادته والثاني هو عمارة الأرض بمقتضيات الإيمان فالاستخلاف إيمان وعمران وكلا الوظيفتين وضع المسجد ليكون نبراسا وليكون نقطة انطلاق لها فالمسجد ليس فقط يعني ليست وظيفته فقط يا الوظيفة الشعائرية أن يرفع منه الأذان وأن تقام فيه الصلاة وإنما للمسجد وظيفة إحيائية للمسجد وظيفة تربوية للمسجد وظيفة إيمانية للمسجد وظيفة اجتماعية إذا كان المجتمع المسلم دائرة شبهنا بذلك فإن المسجد من هذه الدائرة ونقطة المركز تحديدا سنأتي على منقشة هذه الأدوار أو الوظائف لكن قبل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعلت لي الأرض مسجدا وطهورة وقد ذكر هذا الحديث في معرض الشعائر وليس في معرض الوظائف الحيوية صحيح دعنا نفرق بين مفهوم العبادة الإنسانية التي ينبغي أن تكون الأرض نطاقا له كل شبر في الأرض موضع لعبادة الله رب العالمين والمسجد ليست وظيفة أن يكون المكان الحصري للعبادة هذا غير صحيح العبادة لا تحصر العبادة تقصد الشعائر هنا طبعا نعم العبادة شعائر وأفعالا وأقوالا وأخلاقا العبادة بمفهومها الشامل لا يمكن أن تنحصر في مكان إنما هي معنى مطلق في الزمان والمكان جميعا نعم فكل مكان تطأ قدم المسلم ومكان عبادة ينبغي أن يكون وكل لحظة تمر على المسلم يلحظة عبادة ينبغي أن تكون فالعبادة معنى مستغرق للحال إنسانية زمانا ومكانا وأحوالا المسجد مركز لهذا المفهوم الشامل للعبادة هو الذي سيعبد خارج المسجد كيف يعبد خارج المسجد إذا لم يرب داخل المسجد إذا لم يعد داخل المسجد إذا لم يعلم داخل المسجد إذا لم تشرق نفسه بأنوار الهداية وأنوار القرآن وأنوار الموعزة الطيبة وأنوار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في محراب المسجد لا بد أن يكون المسجد والقاعدة ثم أنطلقوا الناس منه ليملأوا الأرض عبادة وعمرانا قد يقول قائل هذا تحميل للمسجد بما لا يحتمل هل يوجد في الإسلام ما يخول المسجد من أداء دور اجتماعي وسياسي في حياة الأمة؟ وهل كان المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهل المقياس المثالي؟ الله تعالى قال في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا من يريد أن يعرف ما هي الوظيفة الطبيعية للمسجد عليه أن ينظر إلى ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم المؤسس إيه وسيرى أن المسجد كانت له الأولية الزمانية والأولوية من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم والمركزية من حركة الأمة المسلم لاحظ معي أخي جهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل أولا إلى قباء وأقام بها خمسة عشر يوما قبل أن يدخل إلى يسرب في هجرته المباركة الطيبة ماذا فعل في خمسة عشر يوما في قباء بنى مسجد قباء ثم انتقل إلى المدينة فكان أول ما فعله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي الناس جميعا أنه بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولو تأملت في بناء النبي لمسجد المدينة ستجد أنه علمنا بذلك دروسا تربوية مهمة أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنازعته قبائل يثرب كل يريد أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في ديار قبيلته ويأخذ بخطام ناقته فقال صلى الله عليه وسلم دعوها إنها مأمورة فمكان المسجد سيختاره الله عز وجل لتنقطع كل وشيجة أرضية أو بشرية أو سلطان قبلي على هذا المسجد حتى اختهار المكان أراد النبي أن يكون موصولا بالسماء حتى لا يقال مسجد بني فلان ولا مسجد فلان من الناس إنما أراد النبي أن يكون حتى اختيار المسجد إلهيا وصارت النقطة حتى بركت في أرض لقوم من بني النجار في حي عوف بن مالك وأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يدفع إليهم ثمن هذه الأرض وهم أبوا أن يأخذوا ثمن القصة المعروفة الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذا المسجد وكانت أرضا يعني شوف تقدير الله الكريم وكانت أرضا خاربة مواتا مواتا أحياها الله منه أحياها الله حتى لا يقال إن المسجد هذا الذي كان دار فلان ولا الذي كان حائط بني فلان لا كلها سور رمزية عميقة نعم أراد الله عز وجل أن تكون للمسجد الأولية الزمانية ثم لفت دقيقة جدا يا أخي جيد بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بدأ يفكر في المسكن وهذا شيء عجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالمسجد أولا ثم يفكر في مسكنه هو ثانيا أين ينزل فقال صلى الله عليه وسلم لمن حوله أي ديار أهلنا أقرب شوف المعيار في اختيار مكان الإقامة أي دور الأنصار أقرب إلى المسجد فالمعيار الوحيد الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار به صلى الله عليه وسلم أن يقول دلونا على بيت بعض أخوالنا من بني النجار فبني النجار أخواله وكان بوسعه أن ينزل في بيت بعض سادة الخزرج أو بعض سادة الأوس القبيلتين الكبيرتين هذه معيير قد يكون معيار القبيلة وقد يكون معيار القرابة وقد يكون معيار الموقع الحسن وقد يكون معيار الهواء الجميل الطلق وقد يكون معيار الدار الواسعة كل هذه المعايير الدنيوية لم يضعها النبي في اعتباره وقال أي ديار أهلنا أقرب أي إلى المسجد فقالوا دار أبو أيوب فانطلق إلى دار أبي أيوب واختار المنزل الذي يكون قريبا وموصولا بالمسجد المسجد هو المركز الذي تنطلق منه كل الأفكار النبوي ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير شؤون الأمة هذا معلوم تماما كلها من المسجد في المسجد يخطب في المسجد يعلم في المسجد يربي في المسجد يحل يقضي بين أصحابه إذا اختلفوا أو تنازعوا في شيء في المسجد يمارس الوظيفة الاجتماعية الكاملة للأمة المسلمة حتى مشاكل الأسواق تحل في المساجد لكن عفوا دكتور هذا قد يكون مفهوما في زمن صدر الإسلام وفي أهد النبوة لأنه لم ترسى دعائم الدولة الإسلامية بعد ولم تنشأ المؤسسات أما بعد ذلك فقد نشأت المؤسسات وحان دور هذه المؤسسات أن تمارس مهامها ويبقى المسجد مثلا للعبادات والشعائر والحفظ القرآن لا المسجد يعني أحسنت في آخر ما قلت المسجد صحيح قد يفهم إن القضاء يذهب إلى دار القضاء وقد يفهموا إن حل المشاكل يذهب إلى مجالس عرفية متخصصة في هذا أو إلى حتى القضاء أو إلى غيره مفهوم تماما لكن هذا لا يعني أن وظيفة المسجد تنحصر في إقامة الشعيرة يظل للمسجد دور اجتماعي الآن وأخي الكريم لو هي المسألة إقامة الشعيرة كان الأولى أن يأمر الله عز وجل الناس أن يقيموا هذه الشعائر في بيوتهم وفي مزارعهم وفي مصانعهم فقط من أجل أن تتحقق الجماعة يعني ما قيمة الجماعة إذن أن يلتقي المسلمون وأن يلتقوا فيتقاربوا وأن يتواصلوا وأن يتساءلوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن ترفع مشاكلهم إلى جماعتهم في المسجد فتتحرك الجماعة لحلها لو أردنا أن نضرب مثالا بذلك سيدنا سلمان الفارسي عليه رضوان الله عندما شق عليه اليهودي الذي كان سلمان عبدا عنده وما سلمان بعبد إلا لله عليه رضوان الله فشق عليه في المكاتبة طلب مالا كثيرا اشترط عليه أن يزرع له ألف فسيلة حتى يبدو صلاحها وأن ينقده وزن نواة من الذهب الآن سلمان عنده إشكال ذهب به إلى جماعة المسلمين في بيت الله إلى أهل حيه ورفع مشكلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي والصحابة إذا أصبحوا أن يغضوا إليه أن يأتوا إليه في المسجد ثم صاحبهم وأمرهم فريق منهم أن يذهبوا إلى بطون الصحراء فيقتلعوا منها فسائل النخل وآخرون أن يحفروا حفر هذه النخل ثم ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم فوضعها فسيلة فسيلة ودعا فيها بالبركة تمام؟ ومن ثم طلب من أصحابي أن يأتوا بما عندهم من الذهب حتى اجتمع له وزن نواة لا تكفي بيضة فأمر سلمان أن يأخذها ويزنها وقال له لتزنن بها بيضة من الذهب ومن ثم تعاونت الجماعة المسلمة في حل أزمة قد تستغرق عمر سلمان كله في ساعة من نهار لهذا جعل المسجد يتكامل ويتواصل ويتدعى المسلمون لشأن بعضهم يتشاركون الأفرح والأطرح كيف يكون مجتمع المسلمين مجتمعا مسلما كما قال الله عز وجل على لسان نبيه كمثل البنيان يشد بعضه بعضا إن لم يكن هناك مسجد يجمع كل هؤلاء الحياة المتقاطعة المتدابرة التي عيشوا المسلمون الآن بحيث لا يعرف الجار شيئا عن جاره ليست حياة إسلامية بعيدة كل البعد عن كامل الإسلام العمارة الغربية بطريقة هذه طريقة الشقق المغلقة هذه تقتل روح الاجتماع التي يريدها الإسلام والمسجد جعل ليحيي هذا الاجتماع ويتواصل الناس ويفتقدون غائبهم يا أخي الكريم ويتفقدونه ويسألون عنهم ويعينون من يحتاج المعروف لكن ثم تمن يقول أن هذه دعت إليها ظروف الديمغرافية بأن تكاثر الناس فلا بد من إقامة العمران المتطاول حتى يعني إذا تطاول العمران فليتوسع المسجد يعني إذا تباعد الناس في السكن فليتقاربوا في بيوت الله إذن الوظيفة الاجتماعية للمسجد هي أحد الحلول الكبرى لهذه الأزمات التي نعيشها طيب دكتور تحدثت عن موضوع دور المسجد وسنتحدث عنه بشيء من تفصيل بعد الفاصل في المحور الثاني عندما يأتي الحديث عن علاقة المسجد بالسلطة وهنا نتحدث عن الدور السياسي لكن قبل ذلك كل هذه الأدوار التي حصرتها في المسجد ثم تمن يقول بأن هذا نوع من إضفاء صفة أثيقراطية على الدولة في الإسلام بمعنى أن تكون الدولة دينية والفقهاء المسلمون لا يقرون بهذا يعني يقولون بأن الدولة في الإسلام ليست دولة دينية الثيقراطية معناها أن يكون الخطاب السياسي صادرا عن الحاكم بزعم أنه خطاب الله أنه تكليف الله أن الحاكم هذا ينطقه بلسانه الرب في السماء وهذا لا نعرفه الإسلام فالحاكم في الإسلام بشر وكلامه صادر عن بشر ويقبل أو يرد بمعيار مطابقته لوحي الله أو مخالفته لوحي الله فكرة السيقراطية ساقطة عندنا في الإسلام تماما والسيقراطية معناها إسباغ الروح الدينية الإلهية على الخطاب السياسي نحن هنا في المسجد نتحدث عن وظيفة اجتماعية عن مجتمع حي لا عن سلطة سياسية إنما عن مجتمع حي متواصل متكامل وعن قلوب مترابطة وعن صف للصلاة يتحول إلى صف للحياة تتصاف الأقدام والأجساد في الصلاة لتتصاف القلوب في الحياة وتتصاف النفوس في الحياة هذه الوظيفة الاجتماعية للمسجد لا علاقة لها بالأداء السياسي للسلطة هذا له سياق آخر ربما سنتكلم عنه لكن تعظيم دول المسجد لا يعني سيقراطية الحكم وإنما يعني فاعلية المجتمع ويعني تمكين سلطان الدين في المجتمع وهي مسألة شديدة الأهم طيب في سياق يعني مقارب لهذا السياق دكتور الشريعة يعني حضت كثيرا المسلمين على التعلق بالمساجد وعلى الذهاب إليهم وعلى إليها وعلى الاقتراب منها يعني مثل كما قل في قوله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة هذه النصوص وكثير جدا من النصوص الأخرى من حق المرء المسلم أن يتسأل عن طبيعة العلاقة التي يريد الشارع أن يكرسها بين المسلمين وبين المساجد ما كنه هذه العلاقة طيب أما إن الإسلام جعل للغدو إلى المساجد والرواح وللمقام في المساجد ولتعلق القلوب بالمساجد فضيلة عظيمة فنعم وبالإضافة إلى ما تفضلت بذكر من آيات الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح كثيرة هي النصوص نعم مسترح في الجنة بكل غدوة أو راح إلى المسجد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد إلى آخر هذه النصوص المباركة طيب لماذا كان للمساجد هذه الفضيلة أن المساجد هي التي تصنع النفس السوية في قول الله عز وجل في بيوت أزن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وبعدين من يذكر اسم الله في هذه البيوت من يفعل هذا يسبح له فيها بالغدوة والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة إذن المنتج الذي يصنعه المسجد هو أولى الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع الذين لا يخشون إلا الله الذين يحسنون عبادة الله خارج المسجد كما تعلموها في المسجد وظيفة المسجد ليس أن يدخل إليه فيصلي الأوقات الخمسة في صلواتها أو الصلاة الخمسة في أوقاتها ويذهب إلى عمله فيرتشي قال يخرج مثل ما دخل أراد الله عز وجل بالمساجد وتعلق القلب بها وانتظار الصلاة بعد الصلاة والخشوع في الصلاة والتدبر والإنصاط لكلام الله أراد بهذا أن يصنع النفس المؤمنة وأن يصنعها على منهج الله رب العليون فيخرج هذا محملا بهذه القيم الإيمانية وهذه القيم الأخلاقية ليكون رسولا لدينه خارج المسجد وليكون رحمة على الناس خارج المسجد فالمسجد وظيفته والحث الشديد على الذهاب إليه وعلى المكوس فيه وعلى تعلق القلب به أراد الله عز وجل به أن تصنع الشخصيات المسلمة على هذه القيم وداخل هذا المكان على منهج الله ولذلك دائما ما ينسب القرآن الكريم والسنة نبوية المساجد إلى الله وأن المساجد لله خالصة محررة فلا تدعو مع الله أحدا في المساجد لا يذكر إلا اسم الله ولا سلطان عليها إلا لله ولذلك مثلا لما قال أبو حنيف رحمه الله بأن الجمعة والجماعة من أعمال الإمامة لا يحق لأحد أن يدعو إليها وتعقد الجماعة إلا الأمير أو الحاكم الشرعي للبلد الإمام مالك لم يرتضي هذا الكلام وقال قولة حكيمة بليغة وهو فيها محق قال إن لله فرائض لا يضيعها وليها وال أي مصلح تقي فأقامها أو لم يليها وال أي كان الولي على الناس رجلا فاسدا لم يقم هذه العبادات والشعار المساجد محررة لله والمكس فيها محرر لله وفيها يصنع أولياء الله على عين الله وفيها يربى شباب الأمة على كتاب الله وسنة رسول الله وهذه الوظيفة التربوية التي تعد فيها الشخصية المسلمة وظيفة مركزية من وظائف المسجد وفي ظني أن الحس الشديد على غشيان المساجد والمكوس فيها وتعلق القلوب بها يراد به صناعة هذه الشخصية المسلمة كل هذه المنزلة وهذه الوظائف والأدوار التي يقوم بها بالمسجد لا بد بالضرورة أن تقود إلى الحديث عن تحرير العلاقة بين المسجد بهذه المنزلة وهذه الوظائف الكبيرة وبين السلطة التي تدير البلاد نبحثه بعد قليل فاصل قصير ومن ثم لنعوده ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مفهوم عمارة الأرض إن الله يعني إنما يعمر مساجد الله من أمن الآية التي ذكرناها قبل قليل لا بد من توضيح مفهوم العمارة هنا ما المقصود بالعمارة مظاهرها أنواعها طيب خلينا نقول أن الله سبحانه وتعالى أولا أزن أن ترفع المساجد في بيوت أزن الله أن ترفع والمقصود بالرفعة هنا الرفعة المادية أن يكون المسجد مظيفا جميلا عنوانا على المكان على البلد أو الحي والرفعة المعنوية أن تحبها القلوب وأحترمها الناس ويوقرونها ويعظمونها حتى يقوموا بوظيفة العمارة وظيفة أو مصطلح العمارة والعمران في القرآن الكريم مصطلح شديد الدقة كما قال الله تعالى في كتاب الكريم وأنشأكم من الأرض واستعمركم أي طلب منكم إعمارة واستعمركم فيها ثم طلب مننا كما طلب عمران الأرض طلب مننا عمران المساجد تمام والعمران في تقدير وظيفة حضارية بامتياز أن تدار الحياة بكل مرافقها ومظاهرها على مقتضى الوحي الإلهي بصورة جميلة على أفضل ما يمكن على أجمل ما يكون وأتم ما يكون ومن ثم فإن عمران المساجد مقدمة لعمران الأرض والمعنى أن يكون المسجد كما قلنا نقطة انطلاق لكل صور البناء الصحيح للحياة والعمران الصحيح للأرض ومن ثم فإن المسجد ينبغي أن يظل نقطة إشعاع دائمة ما نراه اليوم من أنه تفتح المساجد عشرين دقيقة أو نصف ساعة من أول وقت الأذان إلى إنهاء الصلاة ثم تغلق هذه جريمة أن تغلق المساجد معظم اليوم أو أكثر اليوم هذه جريمة كبيرة في حق هذه المساجد لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لأحد أن يغلق بيتها وهذا تعطيل لدورها بكل تأكيد الفكرة ماذا؟ أنه تم تحويل المساجد بعيدا جدا عن هذه الوظيفة الاجتماعية العمرانية الواسعة وتم حصرها في إقامة الشعائر وهذا ما نبأنا في أول حلقة إلى أنه خلل وخطأ كبير جدا هل هذا يفهم منه دكتور؟ يعني مناقضة لمفهوم العمارة؟ طبعا لأن الله أمر بإعمارها وهذا ينقض هذا؟ مئة في المئة العمارة معناها يا أخي الكريم أن تجتمع حلقات المسلمين في المسجد طول اليوم هذه حلقات درس وهذه حلقات تحفيز القرآن وهؤلاء يحلون مشكلة وأولئك يستقبلون ضيفا وحياة كاملة عمارة كاملة دائمة في بيوت الله ثقافة ومفاهيم وكل شيء وبعدين هناك من يحرس أن لا ينحرف المسجد عن هذه العمارة وهم علماء الدين المؤتمنون بوظيفة العلم والدعوة على هذه المساجد وليس أبدا موظفون إداريون أو أمنيون يتخذون قرارات بشأن المساجد والعجيب يا أخ الجهاد أنك ترى دور عبادة أخرى عند غير المسلمين فتراها لا تغلق ليلة نهار وتراها مسموحا لها أن تمارس الوظيفة الاجتماعية الكاملة تنطلق منها الرحلات وتقام فيها الحفلات ربما لأنه لا يرتدها أحد وفيها أندية اجتماعية الكنائس والكنس يعني لا يرتدها أحد لماذا يحرم المسلمون يرتدها أو لا يرتدها ليست قضيته لماذا يحرم المسلمون من مثل هذا في مساجد ما هذا هو الأصل في المساجد حتى تلا تتشكك الأفكار المعارضة للسلطة ربما مثلا ما هذا هو حتى ظل الناس مغيبين المسجد يوقظ الضمير ويوقظ الإحساس ويحرر الناس المسجد ليس بذاته وإنما بمن يرتده من علماء بما ينبغي أن يقال ويقام فيه وهذا خطر على أي سلطة مستبد لذلك ما هو الحل أن نقيم على المسجد حراسا لا آئمة وأن نجعل للمسجد مفاتيح يغلق بها ويعني فوقت من الأوقات كروت ممغنطة للدخول إلى المساجد هل من عمارة المساجد ما نشاهده اليوم من اهتمام بلاد المسلمين بتزيين المساجد وزخرفتها والتفنن فيها مضاهاتا لربما دور العبادة في عوالم أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ذلك على سبيل المذمة والمنقصة فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تراهم يتباهون بالمساجد كثيرا ويعمرونها قليلا الإشكال ليس في أن المساجد تكون صروحا كبيرة وليس في أن تكون دورا رفيعة فقد أزن الله أن ترفع الإشكال في أن تعمر قليلا الإشكال في أن تكون المساجد عملاقة ضخمة تتسع آلافا مؤلفة ثم لا يتم عدد المصلين في الفجر الصف الأول الإشكال ليس في رفعة المساجد في ذاته إنما الإشكال الحقيقي في الحقولة في الحيلولة بينها وبين وظيفتها ولذلك قال ثم لا يعمرونها إلا قليلا هذا موضع المشكلة أنه ليس المطلوب أن تقيموا لنا صروحا تاريخية تتباهون بها أمام العالم المطلوب أن تتركوا هذه البيوت بيوت الله ولا تحاصروها ولا تسعوا في قرابها وتتركوها تؤدي وظيفتها في الأمة يعني أما أن تغلق مكاتب تحفيظ القرآن ويمنع ذلك في المساجد وتمنع دروس العلم في المساجد وتمنع حلقات المذاهب وتدريس الكتب في المساجد ويحظر حتى لو كان أستاذا جامعيا متخصصا في الشريعة وعلوم الدين يحظر على أي أحد أن يعلم الناس في المساجد إلا بترخيص وإذن من الحاكم وهذه الترخيص لها اعتبارات سياسية هذا عكس لدور المسجد على سيرة الاعتبارات السياسية نحن كنا مضطرين منهجيا لقطاع جزء من الحديث عن دور ووظائف المساجد إلى هذا المحور للحديث عن الدور السياسي للمسجد تحدثت عن أدواره الاجتماعية وسائر الأدوار الأخرى لكن أريد أن نتحدث إذا ما كان للمسجد أصولا في الإسلام دور سياسي هل يؤدي هذا الدور للمسجد؟ طيب خلينا نقول هو من يحكم من الأصل الذي نفهمه من دين الله أن الأصل هو تديين السياسة لا تسيس الدين بمعنى أن الدين حاكم على السياسة وحاكم على الحاكم وحاكم على السلطة السياسية قولا واحدا نعم وأن المجتمع مطالب أن يأطرهم على الحق أطرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انحرفوا عنه يعني والمحظور الكبير أن تتغول السياسة على الدين فتسيسه فتوظف المساجد لخدمة السلطة أو النظام السياسي وتسبح المنابر بحمد حاكم ظالم مجرم حقه أن يرجم كما ترجم الشياطين والأباليسة في الأرض هذا ما يمكن أن يسميه تسيس الدين الأنظمة الجبرية في عرض الأمة الإسلامية وطولها قامت بهذا على أوسع نطاق وإلى درجة غير مسبوقة في تاريخ الأمة لو أذنت لي أن نؤجل هذا الحديث جزئيا فقط وتحدثني على أهمية ما ذكرته قبل يعني عن تديين السياسة يعني كيف يكون المسجد صاحب دور في السياسة وما الدلالة على أن المسجد له دور سياسي في الإسلام يكون المسجد صاحب دور في السياسة عندما تستقل مؤسسة العلماء عن مؤسسة الحكم ولعل التراث الطويل في تنبيه أهل العلم ومشايخ الأمة الكبار وأئمتها الأعظام على ضرورة أن لا يغشى العالم بيت الحاكم وأن لا يدخل دار السلطنة وأن لا يلي غظيفة عمت للحاكم كان هذا التأكيد منبعه علمهم وإدراكم أنه لابد أن تظل مؤسسة العلماء مستقلة لما؟ لأن مؤسسة العلماء إليها ميراس النبوة إليها ميراس الدين وينبغي أن تكون هي الرقيب الأول على أي انحراف سياسي أو اجتماعي يحصل في المجتمع ومن ثم كان المسجد تحكمه في الحقيقة في تاريخ الأمة مؤسسة العلماء ومؤسسة العلماء كانت في أكثر الأحوال والأحاين مستقلة عن السلطة السياسة ومع علاقة العلماء بالسياسة؟ أيها العلماء ليسوا ممن يباشرون السياسة أي الحكم التنفيذي أو الأداء التنفيذي لكنهم ممن يراقبون أن حدود الله مرعية وأن أصول الدين مقامة وأن الحرومات مجتنبة ولذلك لك أن تتخيل العز بن عبد السلام عندما وقف وكفر حاكم الشام في زمانه عندما أزن الرجل أن يبيع السلاح للصليبيين ليقاتلوا به إخوانه حتى يزيد نفوزه وكلام من ده فطلع العز بن عبد السلام على المنبر المسجد الأموي في دمشق وكفر ذلك الحاكم الصليبيين ولم ينعط بأنه خارجي في ذلك الوقت من المسلمين حبسه أياما معدودات فسارت ثورة الناس والطر الصالح إسماعيل بنفسه أن يذهب إلى المحبس وأن يخرج الشيخ العز بن عبد السلام مخافة أن يصور الناس عليه فيقضوا عليه على سلطان فمؤسسة العلماء المستقلة كانت تقوم بحراسة الدين يعني أفهم من كلامك دكتور حاتم أن المسجد في الإسلام يوجد في الإسلام ما يخول المسجد أداء دور مراقبة وتقويم لأداء السلطة؟ صحيح وهذا حتى كان في زمن الخلفاء الراشدين كيف يعني نتوضح لنا بعض صور هذه يعني في زمن الخلفاء الراشدين كان عندنا مؤسستان كبيرتان نعم مؤسسة أهل الحل والعقد التي ترعى أصول الحكم وترعى التزام الحاكم بالمنهج العام للإسلام وهذه مؤسسة كانت مكونة من كبار الصحابة كبار الأنصار المهاجرين البدريين أصحاب بيعة الرضوان أئمة الأمة الحقيقية ثم إنه كان هناك رقابة من مستوى آخر رقابة على مستوى التنفيذ وعلى مستوى الإجراء يقوم بها المسلمون في المسجد وما أكثر ما تكرر ذلك وسيدنا عمر كان نموذك في ذلك لما سيدنا عمر الوقع الأولى يريد أن يحدد سقفا للمهور عمر بن الخطاب نعم ليس عمر بن العزة لا عمر بن الخطاب أتكلم عن ثاني الخلفاء الرشيد الفاروق عمر عندما أراد أن يحدد حد المهور يصدر قانونا بتحديد حد أقصى المهور في بعض الوقت أنه أراد أن يجعل أربعمائة درهم فقامت لهم رأى وقالت إن الله عز وجل لم يقل هذا في كتابه وإنما قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإسما مبينا فذوهي العمر وقال أصابت امرأة أخطى عمر أو قال كل الناس أفقه منك يا عمر ورجع وهو على المنبر عن قراره هذا نوعا من الرقابة الشعبية في الواقعة الأخرى عندما صعد عمر المنبر وقام له سلمان وقال لا سمع لك ولا طاعة حتى تجيبني يا عمر إنك قسمت بين الناس قسائم ونائم كذا فأصاب كل منهم ثوبا وأصابت ثوبا يعني يكفيك وأنت رجل طوال أخذت من القماش أكثر من أخذ الناس كان طويلا رضي الله عنه نعم وأنت رجل طوال كيف يكفيك سوبك والآخرون أخذوا أقل من ذلك فقال أجبه يا عبد الله بن عمر القصة المشهورة فقال إذن هذه رقابة يمارسها المجتمع على الحاكم من خلال المسجد لكن دكتور حاتم يعني حتى نعمق الحقيقة أكثر يعني قد يأتي أحد السادة المشاهدين ويقول لك هذا ليس دليلا على أن المسجد دورا في مراقبة أداء السلطة لأن في حينه كان المسجد هو المكان الذي تجتمع فيه السلطة والرعية الآن هناك أماكن أخرى تجتمع فيها السلطة وتجتمع فيها الرعية فليس هذا دليلا على أن المسجد في كل زمانة ومكان ينبغي أن يكون مراقبا ومقومة تكرر في ذكر المساجد وفي ذكر وظيفة العلماء في غير موضع من القرآن سنورد ذلك وصف هؤلاء بأنهم لا يخشون إلا الله في قول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وأيضا في قول الله عز وجل وأقام الصلاة وآت الزكاة نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشون إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المتجدين ولم يخشون إلا الله ما قيمتها هنا ما قيمت وصف عمار المساجد ووصف الدعاء والعلماء بأنهم لا يخشون إلا الله أي أن عليهم وظيفة مركزية وظيفة حراسة الدين ورفض أي انتقاص منهم أو عدوان عليه هذه وظيفة مركزية للمسجد وظيفة مركزية لخطبة الجمعة وظيفة مركزية لعمل العلماء في الأمة العلماء رقباء حتى على الحكام ولهم وظيفة الأمر والنهي الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من يقوم به إن لم يقوم به العلماء وهل يستثنى الحاكم من هذه الوظيفة الحاكم وأولى الناس بأن يؤمر وينهى ويذكر ويزجر إذا خالف أمر الله هذا الكلام الذي تقوله كله على أهميته لكن حتى الآن ربما ليست واضحة طبيعة العلاقة بين المسجد وبين السلطة هل المسجد ينبغي أن يكون مستقلا عن السلطة موازيا لها أم تابعا لها أم أن هذا الوضع يختلف باختلاف طبيعة الدولة المسجد المسجد معبر عن ضمير الأمة ومن ثم فهو مستقل في خطابه ومستقل في ما يقال على منابره عن السلطة السياسية ويحق له أن يستنكر عليها إذا أخطأت تمام؟ ولكنه في الأمور التنفيذية وفي الأمور الإجرائية وفي كذا جزء من مؤسسات الدولة السلطة ترعاه ولا يتحكمه والسلطة توفر له احتياجاته ولا تحجمه هذا فقط في الخلافة الراشدة هذا ما ينبغي أن يكون والمخالف لذلك منحرف عن الوضع الصحيح ما نحن نقيس على الوضع الذي كان موجود في زمان القياسي والاعتبار والاعتداد أيام الخلفاء الراشدين وزمان النبوء المباركة ولا نقيس على الموجود الآن طب نحن الآن نعيش في هذا الزمان والآن المنطقة العربية تشهد حراكا كبيرا وربما بعد عقد أو عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن ينتج تغيير ما في المجتمعات العربية ينبغي أن تكون هذه المسائل حاضرة في ذهن الشعوب الثائرة كيف ينبغي أن يكون دور المسجد في الدول المقبلة علاقته بالسلطة استقلاليته أم تبعيته لها الحاكم العادل لا يخاف من حرية المساجد ولا يخاف من حرية المساجد وإطلاق المساحات للعلماء والدعاء إلا المستبدون المجرمون تعالى الآن فتش فيه دفتر الأمة ستجد أن كل أنظمة الاستبداد والإجرام مرتكب الجرائم الكبرى يعتقلون الآئمة والدعاء والعلماء الكبار حدثني الآن أين سلمان العودة حدثني أين عبد العزيز الطريفي حدثني أين صفر الحوالي حدثني أين أئمة العلم في مصر أين حازم صلاح ابو اسماعيل وأين صلاح سلطان وأين صفة حجازي هؤلاء لماذا يخافون من هؤلاء ويعلم أن العلماء الذين لا يخشون إلا الله أكبر خطر على مشروع الاستبداد أما الحاكم العادل فإنه يضع هؤلاء على رأسه ويتيح لهم المساحة لأنه يعلم أنهم سينصحونه وينصحون رعيته ينصحونه بالاستقامة إذا انحرف وينصحون رعيته بالطاعة والامتسال والمعونة إذا استقام إذن أفهم من كلامك أن المسجد تابع للسلطة السياسية ماليا وتنظيميا لكنهم مستقلون عنها فكريا ومن حيث المحتوى الذي يقدمه هل هذا ممكن؟ جدا ممكن؟ جدا ما المانع في ذلك؟ بشرط أن يكون النظام السياسي صالحا ما هو لا يمكن لأي مؤسسة أن تؤدي هظيفتها الطبيعية إلا إذا تحرضت من استبداد السلطة السياسية الفاسدة طبعا سنبحث بعد الفاصل موضوع الاعتداء على المساجد وأسباب هذا الاعتداء وآثارها وتداعيتها على حياة المسلمين وقفة أخيرة تبعوا عودة لاستكمال الحلقة اشتركوا في القناة أهلا بكم دكتور حاتم اليوم نرى الواقع أن المساجد والمؤسسات الشرعية مهيما عليها من قبل الدولة مهيما عليها ليس من ناحية التعيين والإقالة وإلى آخره وإنما حتى من ناحية تحديد المحتوى ربما يعني في محاولة لضبط الوضع العام في البلاد إلى آخره هل لهذا أصل في الشريعة بأن تكون السلطة التنفيذية الحاكمة مهيمنة على كل ما في المسجد؟ أبدا هذا نوع من أنواع تخريب المساجد ومنعها من أداء وظيفتها التي أراد الله لها بدليل؟ أقول لك بدليل ماذا؟ وعندما يضع الحاكم خطبة الجمعة ويكتبها للناس هل سيكتب فيها ما يمكن عليه أخطاءه وما يمكن عليه تجاوزاته لا يمكن هل سيتيح للداعية للخطيب للعالم أن يقومه في من حرف فيه؟ يا أخي ألم يقل أبو بكر أطيعوني أو أعينوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيتوه فلا طاعت لي عليكم؟ ألم يقل عمر إذا رأيتم فيه عجاجا فقوموه بسيوفكم؟ الحاكم العادي يمكن الناس من هذه الوظيفة يمكنهم أن يقولوا له عندك يقولوا لو ظلمت يقولوا لو أخطأت ولا يضيق صدره به طيب عندما يغلق هذا تماما وتسلب هذه الصلاحية صلاحية الأمر المعروفة أنها عن المنكر من منابر المسلمين ويدجن خطاب المساجد فتجد حربا مشتعلة في بلد بلاد المسلمين وخطبة جمعة معممة عن فضل السواك مثلا أو إشارات المرور احترام إشارات المرور أو احترام إشارات المرور تمام؟ هذا شيء عجيب المقصود هنا تفريغ المسجد من أي وظيفة توجيهية من أي وظيفة رسالية المقصود هنا تحويل المسجد إلى قناة من قنوات التلفزيون التي يملكها النظام السياسي هذا أو زيك وربما تزهيد المسلمين بالمسجد وبالتالي خلاص هو الآن ألا ترى أن الناس انصرفت تماما عن الدعاء وعن المشايخ وبعضهم كان يحضر دروسه ملايين ممليانة الآن لا يحضر له حتى عشرات لماذا؟ لأنه ظهر للناس أن هذا مدجن سياسيا أن هذا مستوعب سياسي وأنه ظاهرة صنعت لخدمة النظام السياسي ومن ثم يفقد استقلالات وأنا أذكر أن واحد الأئمة أظن كان الجلال المحلي يمكن يعني مش فاكر اسم العالم أو اللي كتب الكلام ده بينظر مسألة إيه؟ لماذا الأئمة الأربعة انتشرت مذاهبهم واستفاد العلم بها ولم يكتب لغيرهم من الأئمة الكبار في زمانهم أن ينتشروا كما انتشر رغم أن بعض هؤلاء المعاصرين لهم كانوا في مستواهم في طبقاتهم وربما أعلى علما وفقا وانتهى إلى نتيجة عجيبة وقال أن هؤلاء الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قال أن هؤلاء الأربعة ظلوا مستقلين عن السلطة السياسية من بدء الأمر إلى نهايته لم يحسبوا على سلطة سياسية ولم يلوا ولاية لحاكم وعندما أرغموا على ذلك أبوا وتحملوا العقاب فعوقب أبو حنيفة وجلد وحب سمالك وضرب رضي الله عنهما وكذلك الأمر بالنسبة للشافعي وأحمد قال أما غيرهم فاقتربوا من هذا أو اقتربوا من ذاك فالناس انصرفوا عنهم شيء أعجيب الشعوب عندهم معيار لا يخطئ أبدا في التعامل مع الدعاء والعلماء بمقدار ما يستقل العالم عن السلطة السياسية لتفوا الناس حوله ويسمعون له وبمقدار ما يتلبس بالسلطة السياسية التي يبغضونها ويرون أنها ظالمة بمقدار ما ينصرفون عنه وينفضون أيديهم وربما هذا من حاسة الأمة الإسلامية إذا ما صح التعبير لكن في ناحية أخرى دكتور الآن نحن في الدول العربية ولا نريد أن نحدد دولة بعينها في الدول العربية التي تشهد احتجاجات وتظاهرات وتطورت الأمور إلى بعد ذلك أحداث كثيرة نشهد قصفا للمساجد نشهد اعتداء عليها تعمد دخول بعض الجنود إليها والرقص على منابرها وشرب الخمر والشتم وإلى آخره هذا الأمر لا أريد أن نسألك عن حكمه لأن الحكم واضح في ذلك إن المولد نسألك عن ماذا يقرأ في دلالة هذا الأمر من حيث أسبابه لماذا يعتدى عن المصر هي نفس الدلالة التي تجدها في أن نابليون بونابرت عندما دخل القاهرة قصف الأزهر بالمدافع ودنس سجاده أو أرضه بقوائم الخيل لماذا؟ هو من الذي كان يقاوم نابليون بونابرت؟ من أين كانت تخرج ثورات المصرين على وجود العسكري؟ من رموز تلك المقاومة؟ بل من الذين قدوا كل الثورات المصرية عبر التاريخ؟ ثورة 1798 ضد بونابرت والجهاد العسكري ثورة 1882 أحمد عرابي ومن معه ثورة 1919 سعد زغلول ومن معه كل هذه ثورات قدها الأزهر الجامع الكبير في مصر هم يعلمون أن المساجد يصنع الوعي ويباعثة الحرية والعراب في الأمة الإسلامية ومن ثم من أول نابليون بونابرت وانت جاي حتى الآن هم يعلمون أنه إذا أراد أن يضرب الأمة في مقتل فعليه أن يضرب مساجده لذلك نابليون بونابرت قصف الأزهر بالمدافع وهم الآن يرمون البراميل المتفجرة على المساجد الكبيرة نعم يعني أفهم مكالمك أن المساجد مسألة وجود وحياة بالنسبة للمسلمين في ضوء هذه الحقيقة ما واجب المسلمين تجاه نصرة بيوت الله ومساجدهم؟ واجبهم شوفي أخي مهما كانت قدرة السلطة السياسية لا تستطيع أن تغلب شعبا ولا تستطيع أن تحاصر شعبا ونقول دائما الشعوب أقوى من جلاديها على شعوبنا المسلمة أن تملأ المساجد وأن تعيد إليها الحيوية وأن تمارس من خلالي الوظائف الاجتماعية التي لا يمكن أحد أن يحاصرها التواصل والتزاور والتجالس وافتقاد الغائب والسؤال عنه وإحياء الوظيفة الاجتماعية في المسجد هي نقطة الانطلاق حتى ظل هذا المسجد رمزا جامعا ومظهرا وعنوانا على الأمة مهما حاولوا أن يغيبوه ومهما حاولوا أن يحاصروه ومهما حاولوا أن يقصوا عنه أولياءه ويقصوا عنه أئمته وعلماءه إن الشعوب قادرة على تعويض ذلك كله بحركتها وإحيائها للمساجد وفهمها العميق لوظيفة المسجد الرسالية الاجتماعية الإحيائية العمرانية التي لها الأولوية والأولية ولها المركزية والمحورية في حياة المسلمين بأقل من دقيقتين ماذا يمكن أن تقول عن المساجد مما لم يرد ذكره في الحلقة؟ أقول عن المساجد إنها ذكريات المؤمن في الأرض أحب البقاع إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يكفيها شرفا أن الله نسبها إلى نفسه وجعل روادها زواره وكان حقا على المزور أن يكرم زائره فرواد المساجد وعمارها هم أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وهم رجال الله سبحانه وتعالى في الأرض وهم أقرب الناس منه منزلة وأقربهم إليه كرامة يوم القيامة جعلنا الله جميعا من عمار المساجد ومن أوليائها وممن يطلع الله على حبهم لها وتعلق قلوبهم بها اللهم أمين آمين آمين لا فضفوك وشكر الله لك دكتور حاتم ختاما مشاهدين الكرام في هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريم دكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية شكرا لكم في حراسة الله تعالى وتوفيقه اشتركوا في القناة